أعلن رئيس الهيئة العملة للإستعلامات ضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود وأوضح رشوان في بيان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر مشيرا إلى أن مصر تطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لهوة ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توثير العلاقات التنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة كما أكد أن مصر تطالب كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط ولا فتر شوان إلى أن مصر ستظل تواصل دورها الإيجابية الطبيعية من أجل حال كافة مشكلات المنطقة مضيفا أن هذه الادعاءات الكاذبة لن تنجح في إطناء مصر عن القيام بمسؤوليتها الداخلية والإقليمية والدولية اشتركوا في القناة